هذه أبرز العناوين خليل الزيتش يوجه اتهاما خطيرا جدا للمنتخب المصري بعد الإقصاء عاجل خليل الزيتش يصدم حمد الله بهذا التصريح بخصوص عودته إلى المنتخب المغربية النصري خليل الزيتش هو اللي قرر بشيبقى حجي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عاجل خليل الزيتش يوجه اتهاما خطيرا جدا للمنتخب المصري بعد الإقصاء اتهم مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليل الزيتش في ندواتين صعوفية اليوم الخميسة اتهم المنتخب المصري بالغش والعدوانية تجاه اللاعبين المغربة في مباراة دور ربع كأس أمم إفريقية بالكاميرون وقال خليل الزيتش إن الحارس المصري أوقف اللاعب خمس مرات وكان يتعمد السقوط لكسر إيقاع المباراة هذه حرفة ليست لدينا في المنتخب المغربي لست لإعطاء مباررة هنا للهزيمة لكن الجميع شهد عدوانية لعب المنتخب المصري واضف الناخب الوطني مع الأسف لاعبون في عمر 13 سنة يشاركون لأول مرة في كأس أمم إفريقية ولم يستطيعوا المواصل على نفس الإيقاع طيلة المباراة ربما هذه الكأس جاءتنا مبكرا لكن استخلصنا مجموعة من الدروس في مباراة الإقصاء وتوقفت مسيرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدام عند دور ربع نهائي كأس إفريقية للأمم المقام حاليا بالكاميرون بعد انهزامه أمام منتخب مصر بهدفين لوحيدة في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي على أرض يتمالعب أحمد أهيد جوبيا ويندي عاجل خليل الزيتش يصدم حمد الله بهذا التصريح بخصوص عودته إلى المنتخب المغربي مصدر هذا الخبر موقع كود بوان كوم وحيد خليل الزيتش رافض يرجع اللاعب عبد الرزاق حمد الله للمنتخب المغربي الناخب الوطني كان موقفه بشأن المهاجم كالموقف الذي أعرب عنها بخصوص لعب تشيس الإنجليزي حاكم زياش إذ أكد أنه مكينش حدود باش ينضم للمجموعة وأضف خليل الزيتش في الندو التي عقدها اليوم درت اتصالات لمجالسته لكنه اشترط ضمان رسميته في المنتخب الوطني وهذا الشي غير مقبول لذا أرد على السؤال حول إمكانية الاعتماد عليه مستقبلا بلا وأشار خليل الزيتش إلى أنه يتقف التلاتي الهجومي الذي اختاره في منافسة الكعن مضيفا في هذا الصدد كان فضلها التلاتي وحمد الله مشي أحسن من أيوب الكعب ورايان ماي النصيري خليل الزيتش هو اللي قرر بشيبق حجي تحدث سعيد النصيري رئيس العصب الوطني الاحترافي للكرة القدامة عن تواجد مصطفى حجي مع المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة وقال النصيري في برنامج الحقيقة في 90 دقيقة وحيد خليل الزيتش هو اللي قرر بشيبق مصطفى حجي وفي السياق ذاتي أشار محمود مقروف مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدامة والناتق الرسمي إلى أنه لا أحد يفرض على الناخب الوطني وحيد خليل الزيتش اسما يعمل معها وكان مصطفى حجي مساعد المدرب البوسني قد خرج عن صمته وذلك بعد الإقصاء المرير لإصود الأطلس من دور ربع نهائي لكأس أمم إفريقيا وقال مصطفى حجي في تصرح صعفي كل ما قيل علي لا أسأله من الصحة وأرى البعض يجعلون من اسمي كبشة فداء كأنني المسؤول عن أي فشال وأضف نجم الكرة المغربية لا أدخل لمواقع التواصل الاجتماعي كي أرى الأكاذيب التي تم ترويجها في حقي أنا إنسان محترف أحاول الإجتهاد داخل الطاقم في حدود ما يطلب مني وأستحي حتى من ردي على الأشخاص الذين ينتقدونني وأوضع حجي الرئيس فوز القجع وضع في ثقته ولست سمسارا لو علم بأنني أقوم بمثل هذه الأشياء لقام هو الأول بإبعادي لأنه يهتم كثيرا بكل التفاصيل التي تهم المنتخب المغربي وختم مساعد مدرب المنتخب المغربي قولها لحد الآن أنا مساعد للناخب الوطني وكل ما يروج حول إبعادي أمور لا أساس لها من الصحة إن توصلت بشيء سأخرج لأقوله للعلن لأنني شخص لم ولن يتغير فمثل ما عرفني الجمهور المغربي سأضل سليم أملاح أشعر مثلكم بخيبة أمل كبيرة سنواصل العمل للعودة أقوى والتأهل لمونديا القطار تفاعل سليم أملاح لعب المنتخب الوطني المغربي مع خروج الأسود من ربع نهائي كأس أمام أفريقيا الكاميرون 2021 بعد السقط أمام مصر بهدفين مقابل هدف واحد ونشر لاعب ستاندرد ليجا البلجيكي صور له من اللقاء الخير للمغرب أمام الفراعينة عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام وعلق عمله على الصور الهزيمة ليست نتيجة جيدة أبدا مثلكم تماما ومثل جميع اللاعبين أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على الاستمرار في جعلكم تحلمون لفترة أو طوال هذه ليست سوى البداية فخور بمشاركة في أول كأس أفريقيا لي وسأواصل إن شاء الله العمل حتى نتمكن من العودة أقوى وتحقيق التأهل لكأس العالم شكرا لكم على دعمكم لنا طيلة أطوار مصابقة محفوظ توصلنا بأزيد من 600 بروفايل في المركات ولهذا فسخنا عقد بن حليب أكد أن يسمح فوظ رئيس نادي راجع رياضي لكرة القدم أن إدارة النادي توصلت بأزيد من 600 سيرة ذاتي للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوي الأخيرة مشرا إلى أن هناك لجنة تقنية حددت الأسماء التي تم التعاقد معها بناء على المعايير المحددة والخصص داخل النادي بتوصيته من مدرب الفريق البلجيكي مارك فيلموتس وقال محفوظ خلال ندوة الصحفية التي عقدها أمس الأربعاء بمقر النادي لدينا لاعبون يحبون قمص الفريق بشكل جنوني لكننا كنا مطالبين بتعزيز التركيب ببعض الأسماء الجديدة كنا بحاجة إلى مهاجم صريح وأجنحة لهذا اشتغلنا على بعض الملفات بشكل دقيق وليس من السهل أن تنتدب لعبا في المركات الشتوى الأخيرة بسبب الإكرهات التي يعيشها العالم جراء تفشي وبع كورونا وإغلاق الحدود الجوية وأضاف المتحدث نفسه توصلنا بما يناهز 200 سيردات للاعبين والمدرب توصل بـ 400 وقد اعتمدنا لجنة تقنية لاختيار اللاعبين وكان لابد من الإجمع على أي لاعب قبل التوقع لها وإنفاق الكثير من المال في الانتدابات لا يعني أنك ستنجح في المهمة وعن ملف اللاعب محمود بن حاليب الذي أعلن الفريق الأخضار عن فص عقدها قال أنيس هذه القضية كانت تتطلب الكثير من الحكمة كنا نسعى لاستمراره مع الفريق وقلنا له ذلك غير أنه أكد لنا أنه يريد رحيل واتفقنا معه على المبلغ من أجل فص عقدها قبل أن نتفاجأ من جديد أنه يرفض رحيل وتابع رئيس رجاء قائلا بن حاليب قال لنا عيت طبقنا عليه القانون وننتظر أن تحسن الجامعة في ملف اللاعب بشكل نهائي كما أكد محفوظ أن الفريق يتوفر على مدرسة جيدة على مستوى التكوين مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو تواجد لعبين من قيمة مروان الهدودي وعمار العرجون وبن جديد والبهجة ومذكور وآخرون ووصل المدرب يتابع جميع الفئات العمرية ويهتم بها مضيفا في الوقت نفسي أن الرجاء تضرر بشكل كبير من غياب الجماهير عن المدرجات غير أن النادي يحترم الإجراءات التي تتخذ الدولة في هذا الجانب واختتم نعلم أن الجمهور يريد مساعدة فريقه من خلال اقتناء الأقمسة وغيرها ولقد نجحنا بضوننا في التغلب على مجموعة من الصعوبات رغم الإكراهات وأصبح الفريق يتوفر على اللاعبين من المستوى العالي ترجمة نانسي قنقر